كذلك الققت وزيرة التخطيط وتنمية الاقتصادية هالا السعيد مع الاستشاري الدولي للتنمية والمنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر وذلك لمناقشة سبل التعاون المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة وأكدت هالا السعيد أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي تعمل عليه الدولة حاليا ووضحت أنه تم إطلاق المبادرة بشكل مبدئي كمرحلة أولية في يناير 2019 حيث تم البدء ب375 قرية وكشفت نتائج تقييم الأثر التي أجرتها الوزارة عن أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر وتحسين مؤشر إتاحة الخدمات الأساسية الأمر الذي شجع الدولة في توسيع النطاق الجغرافي ليشمل كل قرى الريف المصري